صباح الخير في الواقع في البداية وفي هذه الساعات الأخيرة نستطيع القول بأن هناك هدوءا حذرا يخيم على هذه الشبهة الجنوبية بعد الغارات الأخيرة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كفركلة وعلى مرتفعات جبل الريحان في قلم التفاح وهذا الصباح سجل قصف مدفعي على بلدة النقورة ولكنه ليس بالزخم الكبير الذي كان طيلت الأيام الماضية وطيلت يوم أمس وحتى فجر اليوم هذه الجبهة لا تزال مفتوحة ورغم هذه الهدوء الحذر على التطورات وعلى هذه التهديدات التي تتكرر من قبل قادة الاحتلال ولكن يمكننا القول أنه تم تسجيل أكثر من تطور له دلالة كبيرة في الأيام الماضية بالأمس كان تطور نوعي أعلن عنه حزب الله بالإعلان أنه تم إطلاق صواريخ أرض جو تجاه الطيران الحربي الإسرائيلي ما أجبر هذا الطيران على التراجع إلى خلف الحدود بحسب بيان حزب الله والذي ذكر بأن الطيران الحربي كان يكرر الغارات الوحمية وكان يخرق جدار الصوت ما كان يؤدي إلى إثارة حالات الرعب لدى الأطفال هذا التطور النوعي يمكن أن نضيف إليه أيضا وهو يحصل للمرة الأولى منذ بداية مواجهات الأقصى ومنذ بدء هذه المواجهات هنا في جنوب لبنان في الثامن من أكتوبر إذن هذا التطور النوعي يمكن أن نضيف إليه أيضا استهداف حزب الله للقباب الحديدية وهذا عمر أيضا لافت وقد ذكره أيضا الإعلام الإسرائيلي وأيضا القدرة على المناورة بالمسيرات التي يطلقها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة أيضا كلودي التطورات الميدانية هي تصب في خانة أن حزب الله يوجه رسائل لإسرائيل في حال أرادت توسيع هذه الحرب تجاه لبنان بأنه قادر على المواجهة وأيضا قادر على أن يفرض ضغوطا معينة في هذه الفترة التي تجرى فيها أيضا مفاوضات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النهار في غزة لتلتقط أنفسك قليلا زميلتي كلودي في استطلاع أخير لصحيفة معارف تقول أن 62% من الإسرائيليين يؤيدون حرب شاملة على لبنان ولكن تبعنا حديد حسن نصر الله عندما خطب المهجرين من الشمال هكذا أسماهم المهجرين من الشمال بالضغط على حكومتهم من أجل وقف الحرب على غزة وبالتالي قد تقف أيضا الحرب في الشمال الإسرائيلي أما بالنسبة الجنوب اللبناني وفي لبنان تحديدا إلى أي مدى هناك مخاوف اليوم فعلا من نشوب حرب واسعة على الجنوب اللبناني قد تمتد إلى مناطق أخرى في الداخل اللبناني في الواقع هنا تتعدد التوقعات حيال هذه المسألة جانب حزب الله هو يؤكد بأن كل هذه المناورات والتطورات النوعية الميدانية العسكرية التي يظهرها في خلال هذه المواجهات الحدودية هي تهدف بشكل أولي للمحافظة على توازن الردع وللتأكيد لإسرائيل بأنه حتى قواعد الاشتباك التي عمل بها حتى قبل بضعة أيام قبل هذه الفترة قواعد الاشتباك تغيرت وهو بإمكانه أن يطورها أكثر وأن يفرض قواعد اشتباك جديدة من أجل المحافظة على توازن الردع ولكن هل إن هذا الأمر سيتحقق؟ نرى بأن قادة الاحتلال يكررون تحديداتهم تجاه لبنان وهذا الأمر هنا ينظر إليه وكأنها حرب نفسية أو أيضا لتوجيه الرسائل المعنوية للمستوطنين الإسرائيليين الذين غادروا منازلهم للمرة الأولى لهذه المدة الطويلة ولكن أيضا يبقى الباب مفتوحا إذا ما حصلت إسرائيل على دعم حقيقي من الولايات المتحدة الأمريكية لأجل تنفيذ هذه الحرب هذا الأمر يبقى مفتوحا ولا يمكن لأحد حسمه إنما هناك استبعاد أكثر لعدم حصول هذه الحرب المفتوحة حتى هذه اللحظة خصوصا أن ما يصل إلى لبنان من أجواء أمريكية يؤشر إلى أن الولايات المتحدة لا تريد أن تندلع هذه الحرب الشاملة في لبنان لأنها قد تؤدي إلى حرب إقليمية تشارك فيها إيران واليمن والعراق وهذا الأمر لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا أنها على أبواب الانتخابات الرئاسية الأمريكية كل الشكر لك من جنوب لبنان زميلة كلودي أبي حنة شكرا جزيلا لك